عزيزات المتتبعات اليوم تشافروا زي الطبخ الحلويات اليوم جبت لكم كيفية سهلة صيفية اقتصادية يعني تعدك يعني تقدري تطيرها فطر ولا تطيرها او او تخرجي بها يعني مع الصيف مع الخارجات للبحار للغابة يعني اي بلاسة تقدري ما متكوني خاطرة تطيرها معك احسان تشيريك الماكلة على الطريق باسكورة اي غالية وزيتاني متضبنيهاش هنا عندي هذا الخبيزات هذا هنا درت مغرفة صغيرة خمرة الخبز العادية مغرفة صغيرة تع سكر مغرفة كبيرة تع لحظة وهنا درت نصف كاس تحليب ونصف كاس تعمى هذو زوج كونه دافين يعني باشي اللابات يعني معتهم ديتها شوفي ندير بها البيتزا ندير بها ليسوفل ندير بها اي حاجة نبا نديرها بها الاو نسامل ان هذا اللابات كاما نبدل ايش حتى لو كنت تخد خرجي اللابات جديدة ما نحووش عاليها باسكو هذي عملية ونا مجرر ربتها يعني مئة في المئة ومن بعد دري هنا شوية فارينة ندر تحولي خمسة مغرفة فارينة وغطيتها معراح الحمان خليتها باش تخمر يعني الاختمار الاولي يعني للوفا هنا ايام بعد اللي خمرت لي يعني حاولي عاش تقايق بارك وتخليتها في كوزينة زي تحبط على بيض صغيرة دايما نستعملي كما نهاكا في هذو استعملي البيض الصغير يعني ستقيني protestation هذه اللابات كلم يبدلس بها كل شي خدمت بها خبز الشاور ما او خبز الشاور ما او خدمي بها باسكو عليها نف� ميه في الميه وقدريت حبا بيض قدمت هناii نصمغرف صغيرة الملح ما تكون ش يعني مغار字AKE looking at all I'm sorry here borno I'm sorry a little consumer hereakh Turner tech winner بـ غريثنا وقدورت И ATTنا ايام حراوية للوفاً أ друг Hey Ahora بيكين باودر يعني نعطوه ثاني الاخوات يعني الشرقيات نعطوهم لمحاعل اللهجة الجزائرية باش يفهمونا كيما كتوفيه هنا قدرت نص كس عزيت تعليتي هذا النص كس عزيت او حوالي مغارفتها زيت يعني مغارفتها الاكل قلت اقوموا على هاد الاغباط قعم ابدلهاش هنا يزيت مغارفه اكل لتعزبدة متقونش يعني معامرة قاع كيما كتشوفي يعني الاغباط شوفي ماتابس ماتت فتت ميصرا لهوالو حتى لو كنت خدمها بيزا يعني طيبيها نص طيب ودخلها في المجمد انها اطبا تجيب ديها ستقيني تجيها كأن اقدرتها اغضر وكلا يعني انا معتمدتها في سنوات هذه قبل ما نحل القناة هنا بدأت نزيد في الفارينة يعني بالتدريج يعني للأمانة للأمانة ندرت الفارينة خمسة وعشرين كيلو كما قلت لكم أنا 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 نشري شكاراتها خمسة وعشرين كيلو بسبعين الف من النوعية الجيدة تشد لي تسدى شهور تشد ربعا شوصا دي بون يعني على السبب ما نخدم بها يعني مهنية ما نشري فارينة تعالي الباكيات هذوك تلي باكي موال ويعني ارخيصها أحسن ما كل يوم تشريب عشر ألف عشر ألف عشر ألف عشر ألف هي دخلها في الحساب تلقيوا حق انتها خاسرة يعني بصحكيت شريتها خمسة وسبعين في شري النوعية الجيدة النوعية الجيدة هي اللي تديرها لكل شي الخبز الحلويات المعجنات أي حاجة تقدر ديها في طائرة أي حاجة تديرها تديرها كما كتشوفي هنا يلا بات اللي نحن تحصلوا عليها تكون كما نحا كتشوفي فيها يعني تتلاسق شوي في ليلة ها شوف شوف كي دي ديرها ها ورح نغطيها وخلي يديت خمر شوي حوال عشر قايا قولة أربع ساعة بينما وجدت لي يعني المقادير اللي نحشي بها هنا يوم بعد حطيتها كما كتشوفي يعني يجرب بهم ورجح لي بخبر يعني الحشو اقتصادي يعني أي حاجة عندك حشي بها ماشي مجبار انك يعني التبعي ولا يعني الاساس هي لابات لابات هي الصح اوض انت عندك الحشو غير الحومات والزيتون والفرامج والابات مجيكش مليحة يعني ما تحسيك باللي مليحة هذا النوع من السوفلة اللي يبيعوه في المحلات مشي السوفلة يا ذاك صغير سموه السوفلة العملاق يعني يعني يجي الحبة كبيرة يعني يتضرب يحبة صايمة تعودوا ستقول له زيدني اولا الحواج كما هكا غالين بره بسكوا اولا فيهم التعب ثانيا يعني فيهم الحشو يعني كما هكا سعملهم في دارك على تحويت شريانتي بره يعني بتخرجي البحر دي وجديهم في دارك نضي الصباح بكري وجديهم على سخانة يعني ما عندك ما تقول يعني العجينة تتخمر لك بالخاف كي ما كتشوفي هنايا انحل قسمتها ني على اربعة يعني يجوني حبة كبار انا ثلاثة درتم حبة دي سوفلة كبار وحبة درتالولدي بيزا باسخي والدي صغير ما يباش ياكل يبايا البيزا غيب لاصوس وصاي ما يزيدك يعني مهنيك كي ما كتشوفي هنايا اللي الحواف درتونهم البيض لبيض هذا دير بحبة بيد صغيرة درتها شوية عزيت وشوية خل يعني قاطرة تخل وقاطرة زيت الخل يقللي يحمر للعجينة تعنا من فوق ويقلع الزفورية تعلبيض والزيت يعطي لامعان يعني هذه بلا معروفة كما ترى هنا انا دائما قلت لكم عندي لصوص. لصوص دائما عندي في المجمد. دائما هذه لصوص مقبل رمضان. يعني كيف يدخل رمضان وجدتها. يعني شوفي فات رمضان كليت منها ومزرها يباقي. عصر ما تضلي كل يوم تحجيبه الطماطس و تضلي طيبي و تضلي وفا. ضربي ضربه واحده و هني راسك. تقدري تخدمي على الصيف و انتي مهنية. و ترين في اللي صاشي هذوك او اللي في الكيسين. هنا كنت قمت بتصوص. درين كمية تجاج. ربع زدار انكت قطعتها و ديتها توابل و قليته شوية. درت حبتها ابسطة ثاني شرائح و ذبلتها. كما كنت شوفي هنا. يعني حاجب اقتصادي في دارك. زد الجبن الجبن اختياري. تقدري اي نوع داع جبن تستعملي. انا كان عندي غينا بوليس استعملته. وانتي عندك الشرائح عنده كل شي. يعني ما اللي عندك في الدرس استعملي. حتى الزيتون تعال طاجين. شللت حبات و قطعتهم شرائح و استعملتهم. يعني ما تفرضيش اللي اروحك مني ترحي تجيبي من بره. يعني غير اللي عندك في الدرس استعملي. حتى الزيتون تعال طاجين. الشيكين طيب و الزيتون. و يبقونا حبات منك و يبقونا حبات. هذو كروح يشليهم و مليح و ديرهم في ينصى شي. و دخلهم يكون جيلاتا. هالي تسحقي كمانها قد تخدمي بهم. شوفي ما يسرى لهم والو يعني تستعمليهم مباشرة. مرات لكن يستعملوا الزيتون يبقونا حبات ذرين ما ياكلوش ولا ولا احنا ما ناكلوش. و بعدها تطويها كما كيتشوفي. قلت لك جيع الملاقة يعني حبات صائي. و بعد ذلك البيض اللي كنت دير فيه شوية اخل و شوية زيت. اطلي بهقاع الحبان تاعك كما كيتشوفي بها. والفرن يجب أن يكون حامي. هذه المعجنات تبعي للفرن حامي. يعني من من حيط لي درتين اللي لول هذك. هذك اللي لولو فرن تكون يمشي على الفرن. ما تحوسيش رأي سخانة ولا ولا. انتي المهم تحصل على نتيجة مليحة. اه حميه خليه يحمر و كنت قضي في سوال حكب. البخصكو على الخبز و هذه المعجنات و الكعكب يبغوا الكوشة يدخل في هذا يكون حاميه. هنا يدرت شرائح تعل القرجات. يعني الكوشة كما يقولون الأخوات الشرقيات. ودرت الزيتور ودرت الجبن. ودخلتم من الفره طيبه. كما كيتشوفي هنا. من بعض اللي طابت هذه مزارة حاميه. يعني كنت تخرجي حاميه دي شوية كلي يبسه. ومن بعدها غطيها وخليهم يطروا. يعني تعرفي لعبات كده دائرة. كما كيتشوفي هنا. يا هاي وانا خليت هاي وانا هذو كله مولادي. وهذه التالية خليتها. ها شوفي. مع اللي طرات كما كيتشوفي. ها الحشو اختياري بأي حشو تستعملها. انا عندي هذا الحشو وانتي اختياري لعندك اللي شبوبه. غير عمري وأكولي. كما كيتشوفي هنا. يعني هنا وصفات اللي نجبهم لكم يعني تاع اقتصادية وتاع داري. وانتمنى تدعموني بلي جام وتشاركوا في القناة. والى الملتقى بإذن الله.